بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الفور تضافرت جهود كافة الجهات المعنية بالدولة للانتهاء من إجراءات إنشاء وتعميم الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مستوى الجمهورية وقد أتاحت الدولة كافة الإمكانيات المالية لإنشاء تلك الشبكة والتي تضاهي في بنائها والتكنولوجية المستخدمة فيها الشبكات المماثلة في مختلف دول العالم واسمحوا لي سيادة الرئيس أن أتناول المفهوم والمكونات والموقف التنفيذي للشبكة من خلال الآتي مفهوم خدمات الطوارئ والسلامة العامة هي جميع الإجراءات التي تقوم بها الدولة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لتوفير خدمات الطوارئ والسلامة العامة من خلال شبكة موحدة محمولة ومؤمنة لجميع الجهات المعنية بالدولة تبقى للمقاييس العالمية والغرض منها دعم خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال شبكة موحدة ومؤمنة لتحقيق التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة قاعدة بيانات دقيقة وموقوتة لتحسين جودة خدمات الغاسة وصولاً للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين بهدف المساهمة في رضا المواطنين عن الأداء الحكومي في التعامل مع الأزمات المكونات الرئيسية للشبكة بنية أساسية مراكز سيطرة موحدة منصة رقمية ثم منظومة تلقي البلاغات فيما يخص البنية الأساسية للشبكة فها تشتمل على معدات وسنترار رئيسي ومحطات محمول بغرض التوسع في التغطية وسرعة نقل البيانات من خلال إنشاء أبراج اتصالات جديدة بجانب أبراج الاتصالات المنشأة مسبقاً بجهات الدولة لترشيد التكلفة المالية مع العمل على استغلال الطاقة النظيفة في أعمال التغذية الكهربائية للمواقع وبتكلفة مالية تصل حتى مليار دولار وطبقاً لتوجيهات سيادتكم المستمرة في الاعتماد على شبكة الألياف الضوئية والتوسع فيها فقد تم ربط مواقع الشبكة بإجمال أطوال 32 ألف كيلو متر على كافة الاتجاهات الاستراتيجية بالدولة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى استحداث تكنولوجيا متقدمة لنظام تراسل يوفر سرعات نقل بيانات فائقة القدرة بإجمال تكلفة 18.6 مليار جنيه والجدير بالذكر أنه طبقاً لتوجيهات سيادتكم أيضاً فقد تم ربط جميع مواقع شبكات المحمول المدنية والشبكة الوطنية بالعاصمة الإدارية الجديدة بكوابل الألياف الضوئية لترشيد مساحات الأراضي المستخدمة والتكلفة المالية وبفضل الله تعالى تم تركيب وتشغيل 1936 موقع بنسبة تغطية 91% وهي نسبة عالية في شبكات المحمول حيث أنها ترتبط في تكسيفها واستكمالها بالزيادة السكانية والتوسع العمراني ومحاور الطرق الجديدة ثم مركز التحكم للشبكة والمخطط افتتاحه اليوم بتشريف سيادتكم ومن خلاله يتم التحكم في جميع مكونات الشبكة وإدارتها فنياً وتأمينياً وكذا التطبيقات المقدمة لكافة الجهات الحكومية وقد تم بنائه وتشغيله في 120 يوم عمل فقط اعتباراً من إبريل 22 الجزء الثاني من مكونات الشبكة هي مراكز السيطرة السبتة والمتحركة فيما يخص مراكز السيطرة السبتة تم الانتهام من تنفيذ مركز السيطرة الرئيسي متكامل لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بنطاق العاصمة الجديدة الإدارية الجديدة ومستهدف 27 مركز سيطرة بالمحافظات تم منهم عدد كبير مراكز السيطرة المتحركة تم الانتهام من تنفيذ وتشغيل مركز السيطرة المتحرك الرئيسي ومستهدف 32 مركز سيطرة متحرك بالمحافظات بالإضافة إلى الجهات ذات العمل الميداني كما وجهتم سيادتكم الجزء الثالث من المكونات الشبكة وهو المنصة الرقمية للتطبيقات وتم الانتهاء منها بنسبة 100% بغرض التكامل مع المنظومات والتطبيقات المستخدمة حالياً بالجهات الحكومية لعدم إهدار الموارد المتاحة بتلك الجهات كما أنها توفر منصة رقمية حديثة ونهايات طرفية مؤمنة لسهولة متابعة وإدارة العمل الميداني ومن أمثلة ذلك وزارة الداخلية وقد تم تجهيز نمازج الميدانية للوزارة بمنظومات ونهايات طرفية مؤمنة بالإضافة إلى التجهيز الكامل لعناصر التأمين الشرطية بمدينة شرم الشيخ استعداداً لفعاليات مؤتمر المناف وزارة الصحة والسكان تنفيذ تطبيقات كل من هيئة الإسعاف والرعاية الصحية والحرجة من خلال التكامل بين تلك الهيئات المختلفة في الوزارة لتحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين وسنتعرض لها تفصيلياً أثناء تفقد سياداتكم معرض التطبيقات تسهيل إجراءات الشهر العقاري وإجراءات الزمة المالية لوزارة العدل توفير شبكة الاتصال لمشروع المونيريل بالإضافة إلى تنفيذ تجربة المواني الزكية لوزارة النأل توفير النهايات الطرفية لمحطة الطاقة النووية وشركات التوزيع على عددات الزكية لوزارة الكهرباء توفير النهايات الطرفية وتأمين خطوط الأنابيب بالأنظمة الحديثة لوزارة البترول والصروة المعدنية بالإضافة إلى جهات حكومية أخرى المكون الرابع والأخير من الشبكة وهو إنشاء منظومة حديثة لتلقي بلغات المواطنين على رقم واحد أسوة بالمنفس في العديد من الدول كالآتي اعتماد أحد النمازج العالمية لتلقي بلغات الطوارئ مع الاحتفاظ بأرقام الطوارئ الحالية لحين إقرار الرقم الموحد وتفعيله بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراعاة إنشاء تلك المراكز بكافة الجهات المعنية بخدمات الطوارئ والسلامة العامة بناء المنظومة لتستوعب كافة المواطنين مع تعدد اللغات الأجنبية لتلبية مطالب الوافدين تحديد مكان المتصل أهليا ولأول مرة بجمهورية مصر العربية السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وفي إنجاز جديد وغير مسبوك نحو امتلاك مصر موقع مداري ونظام اتصال فضائي والذي لا يزال غير متاح لكثير من الدول وبدعم مباشر من سيادتكم تم التنسيق مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجميع الجهات المعنية بالدولة تم إنهاء جميع الدراسات الفنية والتنظيمية لهذا المشروع الضخم وفور انتهاء تلك الأعمال ولمدة 42 شهر قامت الشركات والتي تم التعاقد معها بالتصميم والتصنيع والتجميع لمكونات القمر الصناعي بقطاعيه الفضائي والأرضي والتي تشتمل على مركبة فضائية حاملة ومكونات اتصالات فضائية ومعدات ومحطات تحكم أرضية بتكلفة مالية تصل حتى مليار دولار وبعد إجراء كافة الاختبارات البيئية والمعملية لمكونات القمر بعد التصنيع تم وبحمد الله تعالى إطلاق أول قمر صناعي مصري للاتصالات طيبة واحد ووصوله إلى موقعه المداري ليتم التحكم فيه وإدارته من خلال مركزي الإدارة والتحكم داخل الدولة المصرية وتشغيله تجريبياً وبأيد مصرية خالصة مائة بالمئة وعلى مدار عامين بعد الإطلاق بعد أن أصبح لدى الدولة المصرية كوادر مؤهلة للتحكم في الأكمار الصناعية بقدرة وكفاءة عالية تم إنهاء جميع الاختبارات الفضائية والأرضية والاستعداد الكامل لإطلاق الخدمات في أكتوبر 22 يهدف القمر لتوفير الاتصالات الفضائية الحكومية منها والمدنية يعمل في المدار المتزامن وعلى مسافة 36 ألف كيلو متر من سطح الكرة الأرضية بسرعة دوران 11 ألف كيلو متر على الساعة ووزنه 5.6 نطاقات التغطية للأمر شواع قومي يغطي مساحة جمهورية مصر العربية والمياه الاقتصادية شواع عالمي يغطي تلت مساحة الكرة الأرضية وطبقاً لمجال رؤية الأمر وعدد أربعة شعاع يغطي كلاً منها ألف ومتين كيلو متر كما تغطي المهمة التجارية مساحة جمهورية مصر العربية وبعض المناطق بدول الجوار وحوض النيل فضلاً عن تقديم خدمات الاتصالات الفضائية للجهات داخل وخارج حدود الدولة طبقاً للنطاقات التغطية